جيل في سهنتي البرتغالي أعلن النهاردة فسخ عقد ريكاردو سوارس المدير الفني للفريق تمهيدا لتوليه مسؤولية تدريب النادي الآلي هو وجهازه المعاون طيب ده بالنسبة للمدرب الجديد اللي جاي النادي الآلي اللي غالبا هيتم الاعلان عنه غدا بإذن الله النادي الآلي هيعلم بشكل رسمي تعيين هذا المدرب له المدير الفني هو ريكاردو سوارس الجهاز الفني هيكون فيه مين بقى ركز معايا كابت ساعة وحفيز مدير للكرة مدرب عام الكابتن سامي أمسان مدرب مساعد موريسيو فاس ومحايل أداء رؤول بارية ومدرب حراس المرمى فاولو لبو ومخاط أحمال بيدرو جمارش ده تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الآلي يانكون شيل يانكون مدرب الحراس اللي كانت قلت لكم من بارح الآلي متمسك بيه جدا ما زال النادي الآلي حتى هذه اللحظة متمسك بيه بس الناحية التانية سوارس متمسك بمدرب الحراس بتاعه والنادي الآلي هيمشي كلام المدير الفني الجديد بس الاهلي من الآخر كده مستخسر يانكون مستخسره جدا شايفه مدرب حراس مرمى كبير وصعبان عليه رحيله فالاهلي عرض على مشيلي يانكون انه يكمل كمشرف على حراس مرمى الناشئين والشباب ويكمل مع النادي الآلي لعل لو عسل النادي الآلي يحتاجوا كمان في المستقبل المعلومة الجديدة بقى المعلومة المهمة جدا ان احد اعضاء مجلس ادارة النادي الآلي عرض على احد اعضاء مجلس اتحاد الكرة ان مشيلي يانكون يبقى موجود كمدرب حراس مرمى المنتخب مصر في الفترة اللي جاي زكاة يعني قال لهم الراجل ده كويس الراجل ده ممكن تستفيدوا منه في منتخب مصر وان كان حتى هذه اللحظة في برضو اسم كبير في منتخب مصر مرشح انه يبقى موجود في الجهاز الفني الجديد بالتأكيد هو دستورة كابتن عصام الحضري طيب